أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند فقرة تريند التريند فيها تفاصيل مهمة جدا لأننا نتكلم على آخر الاستعدادات لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي برضو بشكل مهني نحن نتكلم على المباراة تحديدا والذي زمالك هو صاحب الملعب والمباراة فبالتأكيد بنذكر اسم الزمالك لكن لو بنذكر عموما عن تاريخ الفريقين وأسماء الفريقين تتكلم عن البطل في البداية اللي واخد 42 بطول الدوري فبتذكر اسم الأهلي قبل الزمالك لكن مهنيا المباراة اللي جاية هي مباراة نادي الزمالك فبتبدأ باسم نادي الزمالك طيب منذ قليل يمكن كان الأهلي بلعب مباراة ودية مع فريق المرج وكان بيتسو موسيماني ليه استراتيجية معانة بخصوص هذه المباراة مش عقول تفاصيل كتير بشأن هذه المباراة لكن ممكن معايا التشكيل اللي بدأ بيه الأهلي هذه المباراة والدية أمام فريق المرج استعدادا لمباراة الزمالك يوم الجمعة القادم الأهل بدأ بمصطفى شبير في حراس المرمى خط الدار محمد هاني رامي ربيع ياسر إبراهيم كريم فؤاد خط الوسط حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وفي الأمام محمود كهرباء طاهر محمد طاهر ومحمد شريف من خلال وقتنا كده للتشكيل فيه دفع بعدد من اللعيب عشان فرمة المباريات بالتأكيد في الفترة اللي جاية في الظل أنه كان طبعا خلال المباراتين اللي فاتوا قد فيه لعيبة ما بتلعبش ما بتشاركش بشكل أساسي إن شاء الله نتمنى الجهاز الفني يوفق أنه يقدر يستفيد من خلال هذه المباراة الودية في مباراة يوم الجمعة القادم أمام فريق الزمالية